بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموله عدنا إليكم مرة أخرى وكنت أتحدث إليكم قبل الفاصل عن المعاشرة بالمعروف عشرة الزوجة بالمعروف ومعنا مقصد آخر من مقاصد القرآن الكريم يقول جل وعلا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا اجعل الزوجة تعيش في سلم وسلام في أمن وأمان لا تهددها لا تقول لها سأفعل كذا أو أفعل كذا أو أقوم بالتطليق لأن المرأة كما أوصانا صلى الله عليه وسلم أسيرة عندك فإنهن عندكم عوان لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهين المرأة إلا لئيم وما كرمت الأديان أحدا كتكريم الإسلام للمرأة الإسلام كرم المرأة أما وبنتا وأختا وزوجة كرم الإسلام المرأة أما في تكريم النبي لأمه السيدة آمنة أنزارها بعد موتها وكرم أمه التي أرضعته سيدة حليمة السعدية لما جاءت إليه وبسط لها بصاطا وأجلسها عليه وكرم أمه التي ربته عندما ماتت سيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب لما نزل النبي إلى قبرها ودفنها بيده ووضعها في قبرها وقال اللهم هون على أم فاطمة ضمة القبر وكرم الإسلام المرأة أختا في تكريم النبي لأخته من الرضاع الشيماء وكرم الإسلام المرأة زوجا في تكريم النبي لزوجاته أمهات المؤمنين وكرم الإسلام المرأة بنتا في تكريم الإسلام للبنت وللإحسان إليها ولما أراد سيدنا علي بن أبي طالب أن يتزوج على السيدة فاطمة الزهراء غضب النبي وقال يا علي إن فاطمة بضعة مني يغضبني من أغضبها ويؤذيني من آذاها فتراجع سيدنا علي ولم يتزوج عليها في حياتها ولما ماتت تزوج من غيرها وكان سيدنا علي يداعب السيدة فاطمة لما دخل عليها ذات يوم والسواك في يدها فأخذ يتغزل في السواك ويقول حظيت يا عود الأراك بثغرها أما خشيت يا عود الأراك أراكا لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك بهذا يكون حسن العشرة ويكون عدم الإضرار بالزوجة وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَنَتَذَكَّرُوا قَوْلَ اللَّهِ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أمين يا ربגם